السلام عليكم الله يسهد أوقاتكم وأهلا وسهلا بفيديو جديد من فيديوهات نوفرتك بفيديو عملتم من حدود الشهر أو أكتر حكينا عن مجموعة من الأوامر والتعليمات البسيطة والأساسية اللي بنستخدمها بشكل دائم يومي أو شبه يومي بالترمينال والهدف منها هو أني بيستعيد بهذه التعليمات عن الحاجة لأني استخدم متصفح الملفات مثل مشاهدة محتويات مسار، الانتقال من مسار لمسار، عمليات النسخ واللسق والقص وغير وغيراته من التعليمات اللي ممكن أنك ترجع لها وتشوف الفيديو اللي رح أتركه بسندوق الوصف خلينا اليوم نشوف مجموعة تانية من التعليمات اللي هي كمان هي تعليمات وأوامر بسيطة ما بدها أي خبرة لاستخدامها والهدف من التعليمات اللي رح نشوفها هو أني شوف معلومات بتفيدني يعني اليوم ما رح نشوف تعليمه بتنسخلي ملف أو بتنسخلي مسار لا رح نشوف تعليمات وأوامر بتعطيني معلومات سواء عن الجهاز سواء عن الإنترنت سواء عن برنامج أو تعليم معينة بدي أعرف شو بتساوي فرح نشوف هالتعليمات اللي أنا بشوفها أساسية وبيستخدمها بشكل يومي بالنسبة إلي مثل ما حكيت أو إذا حدا ما انتبه أنه أنا ما بشتغل بمجال أمن المعلومات ولا بالمعلوماتية بس هاي التعليمات باعتبرها ضرورية لأي شخص فأنت إذا تعلمت هاي التعليمات شوي شوي بتحس إنه حاجز الخوف بينك وبين الترمينال رح يتلاشى بدون أي تأخير خلينا نبلش خلينا نبلش مع تعليمه مان شو اللي بتساوي تعليمه مان؟ تعليمه مان هي بالأساس اختصار للمانول أو المانول بيج بمعنى أنه هاي التعليمه بتعطيني شرح وكيفية استخدام أي تعليمه أو أمر موجود ضمن الترمينال أو حتى لو كان من غير الترمينال إذا كان هذا البرنامج مكتوب إليه مان بيج فباستخدام هاي التعليمه ممكن أن نشوفه كيف بيستخدمها بكتب مان واسم البرنامج اللي بدي شوفه أو اسم التعليمه لنشوف مثلا على سبيل المثال أنا بدي أعرف كيف بيستخدم تعليمه الاس اللي شفناها بالفيديو الماضي فبقل له مان سبيس الاس طي انتر ومثل ما اللي شايف هلا هون عطاني معلومات كاملة عن كل شي ممكن اني ساوي بتعليمه الاس مثلا أول شي بيقلي انه شو هي التعليمه تحت النام بيلا إلي بشوف انه الاس هي ليست ديركتوري كونتنت وبعدين بيعطيني كيفية استخدامها بشوف مثلا خلينا نشوف نجيب الموز بشوف انه الاس كيف استخدامها بيقلي الاس بعدها اوبشنز وبعدها فايل او ديركتوري او ايا يكون فهلا مثل ما شفنا بالفيديو الماضي مثلا انه انا مع الاس فيني اعطيها فلاقات فيني اعطيها اوبشنز فهون بيشرح لي كل واحد من هدول اوبشنز شو هو شو بيساوي كيف بتنقل او كيف بنزل من من سطر لسطر بالمان مثل ما شفنا بفيديو فيم انا هون بيستخدم احرف الجاي والكاي فمثلا لحتى انزل بيستخدم الجاي لحتى انزل وبيستخدم الكاي لحتى اطلع خلينا نشوف مثلا مثل ما حكينا انه مثلا اذا اجيت مع تعليمة الاس وعطيتها فلاق او اوبشن ما يساوي لهذا الاوبشن هذا المسؤول عن اعطاء الالوان مثلا بنفس الطريقة خلينا نشوف تعليمة تانية لحتى اطلع من المان بضغط على الكيو خلينا نشوف مثلا المان بيج لتعليمة سي دي فهون منشوف انه تعليمة سي دي ما في الها اي مان بيج ليش لانه تعليمة بالاساس يعني هي مشروحة منها وفيها ما فيها غير تشينج دي ركتوري فانا ما في داعي انه يكون في عندي مان بيج او دليل مستخدم لهي التعليمة اذا شفنا مثلا تعليمة موف او سي بي خلينا نشوف تعليمة سي بي اللي هو مان سي بي مثلا اللي هي تعليمة النسخ من مكان لمكان فكمان هلا عطاني اسم التعليمة عطاني الشرح عنها بعدين عطاني كيفية استخدامها متى ما يشايف مسلا انه بيقال لي سي بي بعطيه اوبشن او فلاكس اللي كل شي قبله في عندي داش او ماينس هو اسمه فلاك او اوبشن بعدين بيقال لي من السورس من المصدر للجهة خلينا نشوف كمان كيف الفلاكس الموجودة فيها مثلا فينا نختار اي واحد منهم وانا وقت اللي بنسخ على سبيل المثال اذا اجينا للي شفنا بالفيديو الماضي اللي هو الريكورسيف مثلا هل هون يعطيني شو هو المينس ار بيقال لي انه كابي ديركتوريس ريكورسيب لي يعني انه انسخ لي المسار ومحتويات المسار فهي هي تعليمة مان استخدمها مثل ما قلنا بسيط جدا حلاوتها انه انت سواء كنت عمالك تستخدم اللغة العربية الانجليزية او اي لغة لاتينية تانية راح بالنسبة للنظام بالكامل راح تكون الصفحات المان بيج موجودة بهذه اللغة للأسف ما لها موجودة باللغة العربية الى التعليمة التانية هي تعليمة ديت واللي هي بكل بساطة بتعطيني الساعة والتاريخ فانا اذا اعطيته ديت بدون اي شيء تاني راح تشوف انه اعطاني اليوم الشهر التاريخ اليوم الساعة والمنطقة الزمنية والسنة هلا تعليمة ديت في الها من بيج لانه فيها خيارات كثيرة ممكن اني يخصص الساعة والتاريخ بالشكل الي انا بديها فاذا قلت له من ديت راح شوف انه في عندي ديت وفي الها فورمات فاذا اجيت لتحت للفورمات راح شوف انه كل واحد من هدول ممكن اني استخدمه لا اعرض الساعة بالشكل الي انا بديها فمسلا اذا اجينا للنسبة المئوية دي سمول وليس دي كابيتل هاد راح يعطيني تاريخ اليوم اذا اجينا مثلا لتحت للنسبة المئوية ام راح يعطيني الشهر خلينا نطلع من تعليمه ثمان ونجرب واحد من هدول فبقل له ديت سبيس بعطيه اشارة زائد بعدين النسبة المئوية دي النسبة المئوية ام انتر شايف انه اعطاني تلتعاش ادعش بشايف انه ما في بيناتهم اي فاصل او ما بعرف مين اليوم ومين الشهر فممكن اني خصصها اكتر فمسلا لو حطينا بين الدي والام اشارة ناقص فمنرجع ديت زائد نسبة مئوية دي ناقص نسبة مئوية ام راح شوف انه صارت تلتعاش ادعش التعليمة اللي بعدها هي تعليمة اب تايم حي التعليمة بتعطيني اه كم ساعة جهازي صار له شغال يعني من تاريخ من ساعة اللي انا ضغطت على زر التشغيل وسجلت دخول لحد الان فاذا قلت له اب تايم راح شوف انه راح يقول لي انه اول شي يعطاني الساعة جنبها اب وقال لي انه هذا الجهاز صلي شغال ساعتين وعشرين دقيقة في عندي مستخدم واحد وعن يعطيني انه شو الجهاز عما اف عمل اه حمولة في عليه ضغط ولا لا خلال هاي المدة اللي انا كنت موجود فيها ولا لا هذول الارقام هنن عبارة عن اول واحد بيعطيني لمدة اه الحمل او الحمول او الاستهلاك الجهاز خلال استهلاك السي بيو بالاحرى المعالج لمدة خمس دقايق عشر دقايق وربع ساعة هلا نحن ما بيفيد او مو ما بيفيدونا مو 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 دوعنا اليوم اللي هو هذول الحمولات المو دوعنا انه بس لحتى ان ارشوف مثلا انه جهازي كم ساعة صار الشغال هذه التعليمة ممكن اني اعرضها اا اعرض التاريخ بشكل اجمل اذا استخدمت او او فلاق اللي هو البي مثلا سوف نرى أنه يظهر عليها بشكل مختلف بدلاً من أن يكون 22 في هذا الشكل صارت 2 حول 21 منتر الآن التعليمتين التي سنرى هنا هم متشابهات وفي بينهم اختلاف التعليمتين هم تعليمة WHICH وتعليمة WHERE IS الآن التعليمتين بالأساس ما هو المتشابه بينهم أو ما هو وظيفتهم أنهم يعطوني المسار الذي محفوظ في الملف الـ executable للبرنامج الذي نزلته يعني مثلاً أنا إذا نزلت Firefox سيكون له ملف الذي هو شبيه exe في Windows الذي هو executable وقت الذي يضغط عليه يعمل Firefox فهذا الملف محفوظ بمكان ما لحتى أعرف مين محفوظ يستخدم واحدة من هدول التعليمات طيب شو الفرق بينهم الفرق أنه تعليمة WHICH بس بتعطيني المسار للملف الـ executable أما تعليمة WHERE IS بتعطيني المسار للملف بتعطيني المسار لصفحات المان بيج في حال وجودها وتعطيني كمان شوية معلومات إضافية عن الملف الذي يدور عليه عن البرنامج الذي يدور عليه دعنا نجربها مثلا على مثل ما قلنا أن تعليمة CP في الهمان بيج فدعنا أول شي نجربها مع WHICH و نقول CP فمثل ما اللي شايف أعطاني أن تعليمة CP موجودة ضمن المسار USR بين CP طيب إذا قلت له WHERE IS CP سأرى الآن أن أعطاني شغلات إضافية مثل ما حكيت أول شي أعطاني المسار وين الملف الـ executable موجود وعطاني وين ملفات المان بيج موجودة فهذا الاختلاف بين تعليمة WHICH وتعليمة WHERE IS أنا شخصيا دائما أفضل أن أستخدم تعليمة WHERE IS أكثر من تعليمة WHICH لكن الخيار راجع إليك التعليمتين إذا أنت فقط عمالك تدور على الملف على البرنامج بتستخدم WHERE إذا أريدك تشوف معلومات أكثر بتستخدم WHERE IS الآن التعليمة التي بعدها هي تعليمة IP هذه التعليمة أو هذا الأمر يعطيني معلومات عن حالة الإنترنت بالجهاز الذي أشغال عليه بالكمبيوتر الذي أشغال عليه مثلا يعطيني عنوان IP يعطيني الـ Interfaces التي هي الواجهات أو كروت الإنترنت التي موجودة في جهازي يعطيني هذا النوع من المعلومات كيف أستخدمها إنترنت إنترنت مثلا ترى أنه لدي أكثر من الواجهة أكثر من الواجهة مثلا ترى أنه WLO1 وهي الواي فاي لكن أنا على هذا الجهاز لا أستخدم الواي فاي مثلا ترى ENO وهي الـ Ethernet التي أنا أشغال عليها كيف أعرف أنه أشغال عليها؟ إذا أردت إلى هنا هذه المعلومات لا يوجد أي مشاكل لأنني أشاركها مع الناس الناس تخاف من أن يشاركوا ملف أو عنوان IP لكن ما ستستفيد إذا أعرفت شبكتي المحلية لا تستفيد أي شيء فهلا مثل ما ترى أنه أعطاني الواجهة وعنوان IP هذه التعليمة ممكن أن أعرض المعلومات بشكل أجمل إذا كان فيها ألوان طبعا فكيف نستخدمها؟ نستخدم FLAG أو OPTION فنقول له IP C A مثل ما ترى هي نفس المعلومات التي أردتها من أول ولكن الآن صارت مع ألوان التعليمة قبل الأخيرة هي KILL ALL هذه التعليمة يستخدمها لحتى أنهي أي برنامج لا يستجيب مثلاً أو لا يستطيع أن يغلقه عن طريق الكيبورد أو الماوس فستخدم تعليمة KILL ALL لحتى أنهي هذا البرنامج دعني أول شيء أفتح جنب هذه النافذة نافذة ثانية برنامج الالاكرتي مثلاً الآن يأتي لهذه الشاشة يأتي للترمينال التي أنا فيها هنا قل له KILL ALL الالاكرتي وهذه الطريقة يأتي لأي برنامج لا يستجيب على سبيل المثال مثل ما رأينا الالاكرتي الآن التعليمة الأخيرة أنا تركتها لآخر شيء لأنه هي عبارة عن برنامج أكثر ما تكون تعليمة التي هي الهتج توب الهتج توب هو عبارة عن مدير مهام مثل إذا نذكر مدير المهام بالويندوز هذا كمان مدير مهام بالترمينال مكتوب لللينوكس فإذا قلت له هتج توب سأرى أنه يعطيني معلومات عن كافة البرامج الشغالة المفتوحة يعطيني ممكن أني عن طريقه أني يرتب هذه البرامج حسب استهلاكها للرام أو حسب استهلاكها للمعالج أو حسب المستخدم الذي يستخدمها مثل ما أنا أرى مثلا هنا تحت يعطيني كيف ممكن أني أستخدم هذا البرنامج أنا ما رح أحكي عن البرنامج بشكل مطول فقط لأنه الفكرة فإنني أستعرضه هلا مثل ما قلت أنه هو مدير مهام ممكن عن طريقه إذا تعليمت كل ما شغلت أني من ضمن الاتج توب إجي لأي برنامج بدي انهي مثلا بحدد البرنامج أنهي نقول بدي انهي البيت أو دعي البيت لأنه لا يسجل الصوت نقول بدي انهي البيت 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 يأتي مثلا حددت البيت مع ماله يستجيب يأتي للشريط الموجود تحت نرى مثلا إذا ضغطت على F9 هلا هون كمان طلع عندي من القائم الذي على اليمين يوجد عندي موضوعنا اليوم موهو السيجنال بس إذا هلا محدد السيجنال 15 إذا ضغطت عليها فمثل ما اللي شايف أنهالي البيت هيك نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم من سلسلة أوامر وتعليمات التيرمينال أكيد رح يكون في فيديوهات تانية جاية عن التيرمينال بتمنى أنه يكون الفيديو عجبكم إذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة لغير المشتركين لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ومشاركة المحتوى مع أصدقائكم وبلتقي فيكم بالفيديوهات الجاية وبأمان الله